سلام القدس لكم نحن وعليكم أحبائي وعزائي في هذه الحلقة الجديدة من حوار الأسبوع اليوم 15 آب 2024 الجولة الأولى من المفاوضات التي يفترض أنها قرر للتوصل إلى وقت إطلاق النار في غزة تنعقد هذه الجولة بغيار وفد حركة حمس طبعا هذا له معاني كثيرا سواء في وظيفة المفاوضات أو في المتوقع من المفاوضات بوظيفة المفاوضات واضح إذن أنه صممت المفاوضات لوظيفة تريد استعمال حضور حماس من أجل هدف غير التوصل لإتفاق وإلا لكانت حماس حاضرة غياب حركة حماس هو لقطع الطريق على هذا الاستخدام وهذا الاستخدام له وظيفة تكتيكية سياسية لتمييع إمكانية الرد المقرر من إيران ومن حزب الله وسائر قوى المقامة على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت بيروت بضاحيتها الجنوبية وطهران بضاحيتها الشمالية وقتلت قائدا فلسطينيا كبيرا هو أهم قائد فلسطيني مقاوم معاصر إسماعيل هنية وأحد أبرز قادة حزب الله فؤاد شكر كيف من خلال مفاوضات للمفاوضات تحضر حماس جولة أولى ثانية ثالثة رابعة في نقطة في فاصلي في سطر في اتنين بيرجع الوفد الإسرائيلي بيرجع بعد يومين نستأنف المفاوضات وطالما المفاوضات مستمرة الكلام القائم أن أي عمل للرد هو قطع الطريق على الوصول إلى اتفاق وهو تضحية بأهل غزة وبفرصة الوصول إلى اتفاق في غزة هذا واضح ولهذا حماس قالت في بيانها أن الاتفاق منجز كما قال بيان الرئيس الأمريكي ومعه أمير قطر والرئيس المصري أن هناك اتفاق هو فعلا هناك اتفاق في ست أيار أعلنت حماس قبولها لعرض قدمه الوسطاء في 2 تموز أعلنت الموافقة على صيغة اتفاقية بيان مجلس الأمن أو قرار مجلس الأمن الذي أيد مبادرة الرئيس بايدن وفصلها وحولها إلى نص كامل مكتوب وقالت أنها توافق عليه وبالتالي الذي ينقص ليس التفاول بين حماس والوسطاء الأمر منتهي الأمر غير المنتهي ليس بين حماس والوفد الإسرائيلي بل بين الوفد الإسرائيلي والوسطاء هاتوا موافقة الوفد الإسرائيلي على ما وافقنا عليه نحن يصبح التفاوض ضروري أو غير ضروري يقدر في حينها من أجل خطة تنفيذية لأنه ممكن خطة تنفيذية أن يضعها الوسطاء ويقبلها الأطراف طالما أن نص الاتفاق بنود الاتفاق إطار الاتفاق متفق عليها فإذن حماس تقول أن دعوة للتفاوض ليست بنية الوصول للاتفاق الدعوة للتفاوض هي لمنح الطرف الإسرائيلي الفرصة لكسب مزيد من الوقت ارتكاب المزيد من المجازر ولكن مصممة من أجل القول لمحور المقامة الحليف لحركة حماس والذي أحد أهداف رده الانتقام لدماء زعيمها الشهيد إسماعيل هنية استخدام حركة حماس كغطاء من أجل تحقيق هدف تمييع الرد إجهاض الرد التشويش على الرد تقطع حماس الطريق على هذا نين طبعا حساب باختيال هنية لم يكن حسابا صافيا لنيل من إيران ومهابة إيران ولا لاسترداد الردع الذي فقده الإسرائيلي في 14 نيسان يوم رده إيران على ضرب القنصلية وجاء ذلك مفاجئا للحسابات الأمريكية الإسرائيلية كما قال المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون وكما قالت استقالة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية الذي استقال لأن تقديره كان خاطئا بأن بإمكاننا أن نضرب القنصلية دون أن نتوقع أن تقوم إيران برد وازن وأن الرد المتوقع لن يتخطى كونه ردا رمزيا من الأراضي السورية ففوجئوا بالرد وفوق ذلك هذا الرد كان حسم الردع لصالح إيران واضطرت أمريكا أن تمنع إسرائيل من الرد على الرد خشية رد أعلى يؤدي إلى التدحرج إلى مواجهة غير مرهوبة وبالتالي إذن استرداد الردع ونيل من المهابة الإيرانية أحد الأهداف أو هي أهداف أساسية لكن إلى جانبها أيضا رهان على أن إزاحة إسماعيل هنية سيربق حماس يعني حماس ليست جاهزة للبحث بخليفة لإسماعيل هنية لأن توازنات دقيقة هي التي جاءت بإسماعيل هنية رئيسا كان هناك مواجهة بين تيارين في حركة حماس تيار يرى أن كل الحرب على سوريا كانت مصممة من أجل ضرب المقاومة وأن تساهل قيادة حماس مع استخدام عنوان فلسطين لنيل من دور سوريا وموقعها كان خطأا استراتيجيا كبيرا وكان يحيى السنوار على رأس هذا التيار الذي يقول أن المصالحة مع سوريا هي بوابة من أجل استعادة حماس لحيويتها وديناميكية دورها في المواجهة مع الاحتلال وتيار يرأسه خالد مشعل كان يقول بأن موقف حماس كان صحيحا وأن حماس لا تستطيع أن تفصل نفسها لا عن ما تسميه حركة الشعوب العربية من أجل الحرية والديمقراطية بصفتها حركة تحرر أنا أستعمل تعبير ذاتها ولا عن كونها جزء من مكون الأخوان المسلمين الذي كان معنيا بأن يخوض معركة في مصر ومعركة في تونس ومعركة في تركيا ومعركة في سوريا أيضا انتصر التيار الذي يقول بالمصالحة مع سوريا وجاء الاتفاق على اسماعيل هنية كنقطة تقاطع تتبنى رأي يحيى السنوار لكنها تحفظ لمجموعة مشعل مكانتها وبالتالي الرهان كان أن هذا التوازن سوف يختل بقتل اسماعيل هنية ولن يكون سهلا إيجاد اسماعيل هنية آخر أي قائد له وزن تاريخي في حماس يثق به المقاومون الذين أصبح وزنهم أكثر قوة بعد طفان الأقصى والذين يمثلهم يحيى السنوار وبالمقابل لا يخشى من تسلمه الرئاسة الذين تورطوا أو انخرطوا في مرحلة الحرب على سوريا في مواقف لم تعد الآن مقبولة في بنية حماس التي تموضعت بصورة كاملة في محور المقامة وبالتالي هذا سيربك حماس الرهان أيضا على أن الاختيار عموما لرئيس الحركة يجب أن يأتي من أحد أشخاص الخارج وأن الشخص الأكثر تأهيلا لتولي هذه المسؤولية في الخارج هو خالد مشعل وأن تركيا وقطر تأنسان إليه وأن هذا سوف يبعد الحركة بصورة أو بأخرى عن إيران وحزب الله وبصورة خاصة عن سوريا وهذا سوف يتيح ربما البحث بالوصول لاتفاق يضغط من خلال حركة حماس فيه على موقف المقاومة داخل غزة للقبول بتنازلات تحت شعار إنساني والقتل ويجب أن الأولوية هي لنخلص أهلنا من هذه المخاطر وتقديم بعض التنازلات والبعض يقول ربما أن الحسابات كانت خاطئة يوم الطوفان وأن ورطة كبيرة يجب إقفال بابها الآن بتقديم بعض التنازلات من أجل إعادة وصل منقطع مع الجو العربي ومع الجو الدولي ومع الجو الفلسطيني الآخر الذي تمثله السلطة الفلسطينية وأن هذه ربما تكون فرصة لانتزاع اتفاق يقبل به نتنياهو ويشكل إقفالا للباب على الرد من إيران وحزب الله لأن حماس عندها ستقول هل ستخربون حلا يريح غزة وينهي الحرب على غزة أليس كل ما تقومون به تحت شعار نصرة غزة كما كتب حمد بن جاسم في تغريدته لو كان اسماعيل هنية حيا لقال لإيران بدون الرد فيكفي وقف إطلاق نار وعودة النازحين وتبادل أسرى طبعا نسي أن يذكر الانسحاب ونسي أن يذكر فك الحصار وهو لم ينسى في الحقيقة هذا هو المعروض اتفاق لا ينجز انسحابا كاملا ولا يحقق فك الحصار ينجز اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى وعودة نازحين ويبقى الاحتلال ببعض المفاتيح وإلى آخره وبالتالي كان هذا هو الحساب حماس بكل أطيافها وأنا هنا أقول بكل أطيافها ومنهم خالد مشعل أظهرت موقفا تاريخيا كبيرا أظهرت روحة مسئولية وأنا لا أمدح أحدا بدون سبب يعني لا أبيع مواقفا لأحد يعني بيني وبين خالد مشعل مسافة كبيرة لكن أنا أقول أن كل حماس ظهرت أنها على قدر المسئولية لأن اختيار إحياء السنوار بالإجماع كان رسالة قوية جدا رسالة تقول أن اغتيال إسماعيل هنية يعني سوف ينعكس وسوف يرتد على الذين قاموا به وأعطوا الضوء الأخضر لتنفيذه أكثر مما لو كان إسماعيل هنية على قيد الحياة اختيار إحياء السنوار يقول أولا لا إمكانية لأحد الآن أن يضغط على رئيس حماس من أجل القبول بالجلوس على طاولة التفاوض مش القبول بالاتفاق مبدأ الجلوس على طاولة التفاوض دونه مسافة ثانيا الاتفاق لن يكون أدنى من السقف الذي قبل به إسماعيل هنية إن لم يكن أعلى فهو لن يكون أدنى على الإطلاق يحيى السنوار هو الذي يمثل المقامة المقامة بيدها الأسرة المقامة هي التي تعرف درجة تحمل شعبها وصموضه لأنه في غزة وليس في الخارج كي يعرفوا قادة الخارج المقامة تعرف قدرة المقاتلين ومدى جاهزيتهم لتحمل المزيد من الحرب لأنها هي معهم قيادة المقامة وبالتالي إذا كانت هذه هي العناصر الثلاثة التي تقرر الاتفاق مصير الأسرة قدرة المقامة على التحمل قدرة الناس على الصمود فإذن فليكن القرار عند المقامة والمشكلة التقنية من يمثل المقامة في الخارج يعني من يمثل رئيس الحركة في الخارج تحل تنظيميا بأن يكلف يحيى السنوار الخليل حية كما هو الحال الآن نائبه في غزة والذي كان مكلفا من إسماعيل هنية رحمه الله بأن يتولى التفاوض بأن يقوم هو بالمهام السياسية للرئيس في خارج غزة هذا الخيار أحبط كل الخطة وبالتالي بدأ الكلام داخل كيان الاحتلال بوجه نتنياهو ماذا فعلت بنا يا نتنياهو يعني أنت الآن جئت لنا بالسنوار الذي تقول أنه هو سبب كل البلاء ومن ثم أنت تريد أن تدفعنا فاتورة المجيء به رئيسا من خلال تعريضنا لخطر ضربة إيرانية ورد على الاغتيال ثانيا أنه مع مجيء السنوار في قيادة قادرة أن تقول ولا تخشى الضغوط ولا تخشى التهديد بمكان الإقامة أو بالأموال أو بسواها لا حسابات عندها لترضي فلان أو علان فتبلغ نحن لن نذهب إلى المفاوضات المفاوضات اجروها أنتم مع نتنياهو احصلوا منه على الموافقة على الصيغة التي نحن وافقنا عليها والتي يفترض أنها نص لا يقبل التعديل وبعد أن يوافق يأتي وضع الخطة التنفيذية ننظر إذا كان في حاجة للجلوس إلى مفاوضات نجلس معكم طبعا مش مع الإسرائيلي أنتم تجلسون مع الإسرائيلي ووفدهم منكم يجلس معنا للتوافصل حول صيغة التنفيذ وطالما أن هذا ليس مطروحا فالمفاوضات ليست معنا ولسنا طرفا في التفاوض هذا لن يسمح باستخدام المفاوضات كبرداية يعني كغطاء من أجل المماطلة ومنح الوقت وارتكاب مجازر والقول للمقاومة ها هي المفاوضات تجري دورة ثانية دورة ثالثة ما نحن مش طرف في المفاوضات هذا نتنياهو يا بتتفقوا معه يا ما بتتتفقوا معه وهذا سيختصر زمن التفاوض يعني هذا لن يفسح في المجال للمناورة والمراوغة لأنه ما في طرفين بالمفاوضات في طرف واحد طرف واحد ما بدا مفاوضات روح وعدوا عنده يا أماركان وخلصوا انتويا ما انتويا بعده كان عندكم جاي من واشنطن ما في نزوم يعني لتدوحة ويعدوا معه المصريين والقطريين وهذا في نص طفوا انتويا وهذا هو النص نعم أم لا وخلصنا هذا الموقف الصلب لحماس قطع طريق المناورة على إطالة أمد المفاوضات على المماغطلة وعلى المراوغة وعلى منح نتنياهو المزيد من الوقت وعلى الإيحاء لقوى المقامة بأنها تصطدم مع حماس إذا ما قررت القيام بالغرب وبالتالي أصبح الأمر الآن أنه يومين ثلاثة أيام من هون للتنين ياب يوصلوا مع نتنياهو إلى اتفاق وبين قال هذا هو الاتفاق تجي حماس بصير آلية تنفيذية ياب ما بين قال أنه ما مشي الحال هذا من حيث المبدأ أول نقطة تانية أنه أصلا كان الحساب زيادة عنه أنه في هذه المفاوضات الوصول إلى اتفاق بده أحد الطرفين يتنازل مع مجيء يحيى السنوار أنا برأيي خلاص يعني انقطع دابر البحث بأن تخفض المقامة بنت حرف نقطة فاصلة مما وافقت عليه خلاص ما في نزول عنه فإذن نتنياهو هل هناك ما يقول أنه نتنياهو بوارد أن يقدم تنازلات تعالوا نشوف أولا نتنياهو من حيث التحليل قبل ما نحكي بالوقائع نتنياهو بستة أيار الماضي يعني قبل ثلاثة شهر عندما قبلت حماس العرض التفاوضي الذي صاغه ويليام بيرنز مدير السي آي آي اللي هلأ هو يعد عم بدير المفاوضات بالتوحى وقدمه لها الوسيطان المصري والقطري وقالت أنا أقبل ولم يقبل نتنياهو كان وضعه أقوى والله هلأ يعني بالمنطق نتنياهو وقته لا كان عام الغارة على الضاحية ولا عام الغارة على طهران ولا الأساطيل الأمريكية بالبحر بخدمته ورغم ذلك قال أنا لا أوف وما صار شيء وما حدا قال له يا محل الكحلي بعينك ليش هلأ بده يقبل يعني كيف بأي منطق حدا بيتوقع من نتنياهو الآن أن يقدم تنازلات عما لم يقبل أن يتنازل عنه بستة أيام بتنين تموز تكرر الأمر بعد مبادرة بايدن وقرار مجلس الأمن وهذا إيش للمقاومة هذا أنا أقبل طيب نتنياهو ما إقبل قال له لبايدن أنه نستع مبادرتك لا ميضة مش مقترحة أنت فضل الضفط من عندك إيش يا نحنا مش موافقين عليها وبالتالي فإذا نتنياهو لن يتنازل هلأ عليك الحال بهاي الوقائع تؤكد هذا نيويورك تايمز ما بتشتغل عند المقاومة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدات ومين بالوفد المفاوض أن نتنياهو يريد تعديلات ربما ربما هيك عم بيقولوا هني اللي بالوفد المفاوض تتسبب بإفشال المفاوضات وإضاعة فرصة التوصل إلى صفقة يؤف جلند وزير الحرب بحكومة الاحتلال الذي لا يقول سوءا عن نتنياهو هذا مش معارض وأنه بده دولة فلسطينية وحرام الفلسطينية هذا اللي قال الفلسطينيين حيوانات بشرية هذا هو وزاته هذا المشرف على الجيش يعني كل جرائم الجيش برأبته هذا اللي المحكمة الجنائية الدولية طلعت بحقه مذكرة التوقيف هذا أو طلب المدعي العام إصدار مذكرة التوقيف هذا بيقول أنه لقد ضاعت فرص في الماضي ثلاث فرص كان فيه إمكانية لنصل فيها إلى اتفاق والذي أضاعها هو نتنياهو وليس حماس وأنه الآن يريد إضاعة هذه الفرصة طيب إذا أخذنا هون ورجعنا ضفنا ما نشرته اليوم إكسيوس وبعدها الأهم من إكسيوس هيئة البث الإسرائيلية وهي هيئة رسمية للإعلام تقول أن نتنياهو أضاف شرطين لا تراجع عنهما أو ثلاثة الشرط الأول أنه سوف يبقى في معبر رفح وممر فيلادلفيا وسوف يبقى في معبر نتسارين لأنه لن يسمح بأن يكون طرف فلسطيني على الحدود المصرية ولن يسمح بأن يعود النازحون دون أن يخضعوا للتفتيش هؤ أمرين يعني لحالهم بفجروا فرصة وصول الاتفاق طيب هؤوا حطينهم بند أول البند الثاني أنه نتنياهو لن يقبل لخمسين اسم من الذين سيتم الإفراج عنهم في التبادل من القادة تحديدا بأن يعودوا إلى الضفة الغربية هؤو يجب إبعادهم ثلاثة أن نتنياهو لن يقبل بأن يكون اليوم التالي لنهاية الحرب عودة حماس إلى ممارسة السلطة في غزة حماس بتقول عندها ثلاث خطوط حمر انسحاب إسرائيلي شامل من كامل غزة التبادل يتم دون وضع أي فيتويات على العودة إلى أماكن السكن الأصلية ومن ضمنه أسماء القادة وأصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية الثلاثة اليوم التالي بعد الحرب في غزة هو شأن فلسطيني خالص لا دخل لأحد آخر فيه نقبل حكومة موقتة بيننا وبين السلطة ما في حكومة موقتة من عود نحن نتفاهم نحن والفصائل على صيغة لكن لن نسمح لأحد بأن يتدخل لا عربي لا دولي وأكيد لا إسرائيل طيب فإذن ما في اتفال يعني أنه نتنياهو ما رح يجي لقدم تنازل المقاومة قطعا لن تقدم تنازل ما كمان المقاومة مستقوية بأن محور المقاومة وإيران لديه نية الرد مستقوية ببطولات يؤديها مقاتلوها في الميدان مستقوية بقدرتها على خوض معركة طويلة مفتوحة مستقوية بصموم شعبها معها وبالتالي لا ترى سببا لأن تقدم تنازلات وعلى رأسها قيادة لا يستطيع أحد أن يمارس عليها ضغط المال وضغط الإقامة وضغط السكن وسواء وبالتالي المعادلة إذن أن فكرة الدعوة للتفاوض تحولت إلى يعني عملية فارغة إلا إذا الأمريكي بده يجيب نتنياهو من إذنه وهو قادر ويقول له اقبل بهذا النص هل هذا يمكن أن يحدث؟ لا لا شيء يقول بأن هذا يمكن أن يحدث كل تاريخ التعامل الأمريكي كل المنطق الأمريكي كل الأسلوب الأمريكي والنظرة الأمريكية أصلا هو رأى عمل هالضربات نتنياهو بالتنسيق بينه وبين الأمريكان لفتح التفاوض على ملف المنطقة ككل للقول اتفاق بغزة يريح نتنياهو تلتزم به أمريكا لإسرائيل هذا الصفقة اللي صارت بواشنطن بين نتنياهو بين بايدن والإدارة الأمريكية والمخابرات والدولة العميقة في أمريكا مقابل أن يخوض نتنياهو معركة تصعيد بوجه تحديدا حزب الله وإيران لأنهما المعنيان بسوريا للقول أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا وعلى إيران وأطراف المقامة أن يوقفوا العمليات من أجل أن يعبر اتفاق في غزة وإلا لن يعبر اتفاق في غزة وستبقى إسرائيل طليقة اليدين تفعل ما تشاء في غزة ما لم تعطوا لأمريكا الموافقة على بقاء قواتها في سوريا والعراق طبعا لا إيران ولا حزب الله بملك القرار بقاء القوات الأمريكية بسوريا والعراق لو أرادوا وهم لا يريدون لكن خلينا نفترض في شعب بالعراق شرائح واسعة منه صوتت بالبرلمان أن يبقى الاحتلال على أرضها حق أو لا مش حق بسوريا في دولة تقول أن هذا احتلال وهي لا تريد له أن يبقى وبالتالي من يستطيع أن يعطي الأمريكي ضمانة بأنه لا عمليات على القوات نين؟ بالمصلحة شو مصلحة عزب الله وإيران بأن تبقى سوريا معتلة مقسمة مجزأة الاحتلال سارع نفطة وثرواتها من حماية لدويلة مسخ في شمال شرق سوريا معطي ذريعة لبقاء الاحتلال التركي مقطع أوصال لبنان سوريا العراق إيران هذا المحور المتصل جغرافيا والقادر إذا اتصل أن يمتلك قوة كبرى تغير معادلات الإقليم شو مصلحته بأن يعني يمنح أمريكا نصرا يعدل موازين القوى بينها وبين روسيا كل حسابات بتقول أنه أصلا عادت العمليات على القوات الأمريكية لأن الأمريكيين أبلغوا رئيس الحكومة العراقية بأنهم ليس لديهم جدول زمني للانسحاب وأنهم مضطرون للبقاء في العراق لأنهم لن يخرجوا من سوريا لأن هناك حسابات مختلفة للبقاء في سوريا وبالتالي رجعت العمليات لتكمل والدليل أنه الآن في ذروة التوتر القائم كل يوم في عملية بسوريا أو عملية بالعراق على القوات الأمريكية فإذن نحن قدام استعصاء طفال طيب هلأ هون طبعا في سؤال أنا ورد هون رح يجي عليه بعدين نمعدنا سمعنا شي عن المصالحة التركية للسورية بالآخر رح علق على الأشياء التي لم يعني يكون ممكنا لم يكن ممكنا احتواؤها في قلب السرد المتكامل للحرق السؤال الأول ماذا لو تم التوصل الاتفاق هي من باب استجال يعني من باب الفرضية بيكون محور المقاومة محرج وفي هذه الحالة بيصرف النظر عن الرد وبيعتبر أن الاتفاق أنجز إنهاء الحرب على غزة الجواب قطعا لا لسببين أكيد لا يهم محور المقاومة أن يؤثر هذا على اتفاق غزة وسيعمل جهده لرد لا يؤثر على حرب غزة هذا أكيد يعني رح يكون نوع الرد ما يخد بعين الاعتبار أنه هو فيه اتفاق بغزة يجب أن يكمل تنفيذ وفيه إمكانية لنوع من الردود يؤدي هذه الوظيفة لماذا يقول الرد حكما سيكون السبب الأول أنه يطرحوا سؤال هل المواجهة بين إيران وإسرائيل وأمريكا سابقة لحرب غزة والله لاحقة لحرب غزة بلشت المعركة بين إيران وأمريكا وإسرائيل كانوا طيبات وما في مشاكل وكل شيء تمام وبس صارت حرب غزة بدأت المشكلة هذا قد يصح مثلا على جنوب أفريقيا قد يصح على تشيلي قد يصح على الدول التي كانت عندها تبادل سفارات وأغلقت سفاراتها وكان عندها كرامة وعندها شرف وعندها إنسانية حتى تركيا بعد ما وصلت لهون يعني بعدنا نسمع كلام من أردوغان بس ما سمع ما شفنا ولا موقف له علاءة بإغلاق سفارة مثلا أما الدول العربية فيعني بكل أسف حدث ولا حراج فإذن إيران وإسرائيل المعركة مفتوحة عمرها 40 سنة إيران يعني منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران وإعلان الإمام الخميني إغلاق السفارة الإسرائيلية ورفع علم فلسطين فوقها بصفتها سفارة فلسطين ومن وقتها المعركة مفتوحة ومع أمريكا من وقتها المعركة مفتوحة من لما انتصرت الثورة الإيرانية وبالتالي فإذن المشكل قائم والمشكل فيه له عندة ملفات منها ملف سوريا منها ملف لبنان منها يعني دعم المقاومة منها ملف اليمن منها ملف النووي منها كثيرا هي الملفات العالقة والمشتبك حولها بينها منها ملف العلاقة مع روسيا والصين والتموضع في حلف آسيوي ينازع أمريكا الزعامة العالمية فبالتالي حجم المشاكل القائمة بين إيران وأمريكا وإسرائيل غزة مهمة فيه لكنها ليست كله هي بعضه بعض كبير منه الآن بحكم أهمية فلسطين لأن غزة تمثل فلسطين لكن المعركة الفلسطينية لن تنتهي بنهاية هذه المعركة بغزة يعني ما تحررت فلسطين وما أهمت الدولة الوطنية الفلسطينية لحتى نقول أنه هذه المشكلة الكبرى قد تم حلها لا هذا يعني هدنة عمليا أنه أنت وقف الحرب في غزة ما رح ينهي السراع على فلسطين من زاوية النظر الفلسطينية فإذا بقى جذر المشكلة قائل بهذه المشكلة معيار ميزان القوى معيار الردع معيار المهابة كان دائما أساسيا وبالتالي إيران عندما قررت أن ترد على ضرب القنصلية بـ 14 نيسان بالطريقة التي ردت فيها لم يكن الأمر هو القنصلية كان الأمر هو هذا الصراع الإجمالي ومفهوم الردع في قلب هذا الصراع هل لازال هذا الصراع الإجمالي قائما نعم هل إذا تم الاتفاق على غزة لهذه الهدنة لمن حل يبقى الصراع قائما نعم هل يبقى ميزان الردع مهما فيه نعم فإذا إيران ستكون معنية بالردع حجب الله بصراع حول حماية لبنان حول استرداد الأراضي اللبنانية المحتلة وإنشاء قوة تحمي لبنان وتمنع العدوان على لبنان وتؤسس لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة هل مهابة المقامة وقوة الردع التي تمثلها عامل حاسم نعم هل هذه القوة الردع أصيبت من خلال الاستهداف الإسرائيلي للضاحية نعم هل هو معني بالرد لاسترداد قدرة الردع نعم هل أن الاتفاق على غزة ينهي هذا أبدا فإذا إذا تم الاتفاق على غزة أول أمر أنه لا ينتهي لا الصراع بين إيران وإسرائيل وأمريكا ولا بين حجب الله وإسرائيل وأمريكا نين ميزان الردع يبقى مهما وحيويا وحساسا في هذا الصراع وإيران يعني معنية بأن تستعيد ميزان الردع لضفتها وحزب الله معني وحزب الله معني بأن يسترد ميزان الردع إلى ضفته نين إذا صار اتفاق على غزة راح تقول إيران وقوى المقاومة خير الحمد لله ليه لأنه بأي سجال ناري بين المقاومة وبين إسرائيل بين إيران وبين إسرائيل شو الألأ عند المقاومة وعند إيران على غزة لأنه المحل الوحيد بالبنى التي يمثلها محور المقاومة من اليمن للعراق للسوريا للبنان للإيران الذي لا يملك قدرة نارية يمكن أن تقلق الإسرائيل على بيئته السكانية في غزة وبالتالي هو لا يتجرى أن يذهب ليرتكب مجازر في اليمن كتلك التي يرتكبها في غزة ولا في العراق كتلك التي يرتكبها في غزة ولا في إيران كتلك التي يرتكبها في غزة وحكما ولا بلبنان كتلك التي يرتكبها بغزة رغم كترة الجعدنة تاع المسؤولين الإسرائيليين أنه حنعمل بلبنان غزة تانية لشوه قادر ومصر يعني هو كرم أخلاق مش عم يعمل هو ما عم يعمل لأنه بيعرف لدى لبنان أو إيران أو العراق أو اليمن أو سوريا ما يسمح بأن يفعل بتل أبيب أو بحيفا بمثل ما سيفعل ببيروت أو دمشق أو بغداد أو طهران أو صنعان بينما غزة لا تملك هذه الإمكانية وبيروت وبغداد والشام وطهران وصنعاء ببيئاتها الشعبية لا تملك المشروعية بأن تذهب إلى هذا العمق من النيران داخل الكيان وعلى بيئته السكانية إذا لم تكن مدنها هي المستهدفة كل واحد عنده وضعية سياسية مربكة ومتعبة ومقلقة محيطة فيه إذا ضربت مدنه له المشروعية الكاملة بأن يذهب ويضحن مدن الكيان وبالتالي إسرائيل يعني ما بتتجرى لها السبب إيران وحزب الله بشكل أساسي سيكونان فرحين إذا تم هناك اتفاق على غزة ترضى به قوى المقاومة فورا رح يقوله جبهات الإسناد تقف لكن سيذهبان إلى رد مرتاح بالنسبة لهم أنه لا قلق على الشعب في غزة لأنه فيه اتفاق خلاص ما عاش فيه إمكانية للعودة إلى الحرب طيب لان نروع على الفرضية الثانية وهي الأرجح الآن لأنه غلا عم بيضيع وقت يعني بالدوحة وضغط ولازم المقاومة تجي وإلى آخره واليوم جون كيربي بيحكي كلام أقرب للي تريده حماس لي إلا شرفه مش ليقول لنا نتنياه روح أقبال ليقول والله عم نحكي كلام بيرضيكم نتعوه على المفاوضات عم نقول هاي المفاوضات من أجل التنفيذ عم جد من أجل التنفيذ طلعو لنا النص خلي بعطولنا يا وسطاء هيك عم تقول حماس شرفه يا مصري ويا قطري جيبو لنا نص ماضي عليه الوفد الإسرائيلي للبيانة اللي نحنا ماضيين عليه هذا قرار مجلس الأمن ما فيه ما فيه وبالتالي فإذن الأرجح أن لا تصل الأمور لاتفاق نحن لما عم نفوت بمفاضلة عم نقول ماذا لو وصلوا الاتفاق هيك بيصير ماذا لو لم يصلوا الاتفاق طبعا إذا وصلوا الاتفاق رح يكون منطقيا بأي حساب عقلاني أنه أحد عناصر الوصول الاتفاق شو هو؟ هو الخشية من الرد قوى المقاومة وأنه برك الاتفاق بنزل مستورد وبالتالي القلق من الرد كان أحد العناصر فإذن المقاومة ساعدت في الوصول الاتفاق فما رح تكون زعلاني من الاتفاق ورح ترد بعد الاتفاق ومش قلقة على غزة فما رح تكون زعلاني من الاتفاق لأنه طمنا على غزة لكن سترد لأن حسابات الردع مستمرة وممتدة وهذا الصراع ما بيوقف عن جولة الذي يجري الآن هو جولة لكن الصراع مفتوح وفي هذا الصراع مفتوح لمن اليد العليا في معادلة الردع أمر حاسم أساسي ولا مساوم عليه ولا تنازل حتى إذا ما صار الاتفاق أولا ما رح يكون بمستطاع حدا أن يقول أنه والله المقاومة وإيران لو لا رد كان صار الاتفاق ما ردينا يا خي وما صار الاتفاق ليش ما صار الاتفاق ما حدا رح يقدر يقول لأنه حماس ما إجد ليه لأنه حماس عم تقول عطونا اتفاق قبلين فينا تنياهو مثل ما نحن قبلنا فيه لنعود نفاوض على التنفيذ مهما حكيوا الأمريكان ومهما حكيوا الإسرائيليين ومهما بعبع بعض الذين يرددون وراءهم مثل الببغاوات من العرق واللبنانيين لو لهبت حماس إلى المفاوضات أي شو كان صار شو كان صار كان نعطى غطاء لمفاوضات بلا نهاية ما هذه شغلة الإسرائيلي فاوض للمفاوضة فاوض للمفاوضة وأفرض أمر واقع وصله شوه ليش فاوض للمفاوضات ثلاثين سنة مفاوضات والاستيطان من مئة ألف صار مليون وهلأ هيك بيعملوا هيك بيعملوا ولذلك حماس ما رح تعطي غطاء للمفاوضات أن تصبح مغيطة من أجل اللعب بالوقت لو ذهبت حماس للمفاوضات كان صار هي فما حدا فيه يقنع حدا لأنه منطق حماس واضح وقوي أنه نحن جاهزون هاتوا اتفاقا يقبل به نتنياهو كما قبلنا به فالمسألة بسيطة نأتي أو لا نأتي تفصيل الجوهري أن الاتفاق هو الأصل أنتم تقولون اتفاق لا يحتاج إلى تفاوض عظيم نحن لم نفاوض ولن نفاوض إذن هذا جاي يفاوض هو عم يقول بده يفاوض على البنود وعالإطار وهو جاي بعنوين ومطالب ما إلى علاء أبي أليت التنفيذ إلى علاء أب جوهر الاتفاق روحوا حسموها معه وبعدين تعوحونا فمنطق حماس ما فيه إمكانية لتحميله مسؤولية فشل المفاوض فإذا ستفشل لأن نتنياهو لا يريد اتفاق هيك آيل نيويورك تايمز على لسان المسؤولين المفاوضين من الوفد الإسرائيلي هيك آيل جالاند هيك آيل أهالي الأسرق الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة وبالتالي فإذا ستفشل المفاوضات لأن نتنياهو لا يريد هذا يعني بأنه يجب أن يعاقل هذا يعني بأن نتنياهو ما لم يتلقى الضربة فهو لن ينضج ولن يقبل لأنه بعده مزهو بما أنجز واللي مفكرين بأنه على إيران هاي النظرية أنه إيران وحزب الله أجل الرد نتنياهو بيمشي لحاله من خلص الاتفاق رح يكلوا هوويش دبوز لأنه منطوع ثبت بأنه غير منطقي لأنه هذا نتنياهو المزهو بغلو فعلته في إيران والضاحية كيف بده يقبل اللي ما إبله لما كان مكسورة رأبته اللي كانت أمريكا مش موجودة بالمنطقة وما أعطى بده يعطى أمريكا بكل أساطيلة جاي لخدمته وبالتالي إذن لابد من أن يظهر له أن ما فعله كان عابرا وأنه عاجز عن تحمل تبعات الضربة وأن هذه الحشود الأمريكية لن تحميه ولن تفيده وأن أنفه سيكسر وأسنانه ستكسر وبالتالي عنده حل واحد روع الاتفاق على غزة بدون هذا الرد فإذن رح يكون فشل المفاوضات هو محاججة منطقية للقول بأن الرد ضروري من أجل إنجاز الاتفاق أنتوا قلتوا أنه إذا ما ردينا منسهل الاتفاق طيب ما ردينا هل تسهل الاتفاق؟ وأنه نتنياهو عطول أمريكان صورة نصر وهلأ جايبين القوات ففيهن يمونوا عليه في حدا نطلع حكيهاك على التلفزيونات عظيم هل فرضية الفزلوكة أعطيت فرصتها؟ شو تبين؟ إنها في أسفل يعني وما إلى أساس إنه الإسرائيلي الربحان ما بيعطيه اللي ما عطى الإسرائيلي الخسران يعني قاعدة تاريخية مع الإسرائيلي الإسرائيلي كان بيعطيك أرض السبعة وستين تعمل عليها دولة فلسطينية قبل ما يحتل وحتى هاي كان فيه شكوك فيها لأنه ما قبل يرسم حدوده عرض 48 أملا بأن تأتي لحظة يستولي فيها على كامل القدس والضفة الغربية لأنه يعتبرها هي مملكة بني إسرائيل يعني ما عطاك إياها هي ومش معه بس صارت معه وبدو يعطيك إياها يعني أي أهبل هذا اللي متوقع عايش تنتزع منه بالقوة بصير حكي تاني الآن الإسرائيلي يعتبر بأنه هو عامل ضربتين كبار وأمريكا بخدمته كيف بده يقبل لذلك لازم تنفك رأبته لا يقبل لازم يتيقن أنه أمريكا مش قادر يتحميه رهبانه وجاي وحط كل طقلة بس ما طلع بإيده وهذا يستدعي طبعا الآن آلية الرد يجب أن تثبت هذا يعني أولا لازم الإيرانيين وأنا بعتقد هذا اللي بعمله الإيرانيين هذه الدراسات والحسابات التي يقوم بها المعنيون العسكريون والتي يقوم بها التقنيون في إيران وفي محور المقامة لكن أنا واثن من أمرين بالحد الأدنى الأمر الأول أنه إذا تمكن الأمريكيون من صد جزء أساسي من الإطلاقات الإيرانية فسوف يزيدوا الإيرانيون العدد ما رح تنتهي الأمور بموجة وحدة فإذا بعتوا مئة رح يرجعوا يبعتوا موجة ميتان وإذا الميتان ما وصل منهم الكافي رح يرجعوا يبعتوا موجة أربعمين وإذا الأربعمية ما وصل منهم الكافي رح يبعتوا موجة ألف حتى يتحقق الألف هذا واحد وهذا أنا واثب أن الرد لن يكون دفعة واحدة لسبب لأنه الإيراني معني بمعادلة القانون الدولي كدولة أنه هو تعرض لضربة لصاروخ لغارة وبالتالي الرد المتماثل يستدعي وفق القانون الدولي أن يحاول تحقيق الردع بأقل قوة نارية ممكنة فيجب أن يثبت أن قوته النارية التي أرسلها تعرضت للتعطيل من طرف ثالث هو الأمريكي ولذلك هو مضطر بأن يزيد هذه القدرة النارية ويزيدها تصاعدا مش بالضرورة ضربة واحدة من المئة إلى الألف ممكن على ثلاث دفعات هذا يعني أنه هذا جانب من القوة أنه الإيراني جاهز لسيناريو اثنين ثلاثة أربعة لموجات ممكن متلاحقة وممكن متباعدة ثنين أنه حزب الله الأمريكان عم بيقولوا أنه نحن ما فينا نعمل شي مع إطلاقات حزب الله وأنه هاي الإطلاقات تاعت حزب الله تأتي من مناطق لسيقة نحن مش بالنص بينكم وبين حزب الله مثل ما وجودنا بالأردن أو بالبحر الأحمر أو بالخليج يقع بين إيران وفلسطين المحتلة ومدن الكيان بينما في حالة حزب الله لا نحن بعاد يعني نحن مش بالنص نحن في الطرف المقابل اثنين أنه المسافة اللازمة لتصل صواريخ أمريكا وتلاقي صواريخ حزب الله تقريبا هي عشر مرات المسافة التي يجب أن تقطعها صواريخ حزب الله لتصل إلى أهدافها فمهما كان فارق السرعة علما مرات فارق السرعة لصالح صواريخ حزب الله مش لصالح الصواريخ الإيرانية عندما نتحدث عن صواريخ صغيرة وقصيرة المدى برد النظر خليها مثلها خلي الصواريخ الأمريكية أسرع مرتين إذا المسافة عشر مرات يعني بدك خمس مرات بالوقت لحتى تقطع وتلاقيها للصواريخ يعني بتكون وصلة كل سرعة فالأمريكان ريحوا بالهم من هالموضوع عملوا حساباتهم درسوها كلها وقالوا حتى لا وضعنا بوارجنا وحاملاتنا في البحر المتوسط يجب أن نضعها على مسافة لا تجعلها في المرمى السهل للإصابة يصير بده مضطر حزب الله يعطي عليها صواريخ يعني باليستية حتى يطالها وبالتالي هذا يعني يكون حسابه مختلف فبالتالي نحن مضطرون أن نتموضع حد أدنى ألف كيلوماتر عن خط الجبهة بينما حزب الله سيطلق على عمق مئة كيلوماتر ومئة وخمسين ومئتين كيلوماتر فبالتالي ما فينا نفيه تكون بشي هذا يعني أن إطلاقات حزب الله ستكون إصاباتها قاتلة بدليل ما يجري حتى الآن يعني هلأ حزب الله كل الإسرائيليين شو بيقولوا الخبراء المعلقين حتى القيادة العسكرية نفسها بتعترف أنه سقطت طائرات مسيرة وأحرقاته عملت ما بيقدروا ما عم يقدروا القبة الحديدية فشلت في مواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ الآتية من الجبهة اللبنانية خلاص هذا موضوع انتهى هذا اللي عنده الإسرائيلي ما حتى حيفر أعلى ما عنده وهو يضع هنا كل أنواع القبب تبعه يعني مقلع داود موجود وحدس موجود وتسهم موجود الأروب والباتريوت موجود كلهم موجودين ورغم ذلك لا يتمكن من التفوق على تقنيات ومهارات وتكتيكات حزب الله في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وبالتالي هذا يعني أن الجبهة اللبنانية بالحد الأدنى ستكون قادرة على استرداد الردع هلأ الأهداف وطبيعة الأهداف ما حدا فيه يعرفها عائقة مثل ما أنه لا يحد فيه يعرف التوقيت لأنه وظيفة نعرفها الوظيفة هي استرداد الردع الوظيفة هي القول أن ضاحية الجنوبية مثل بيروت هي خط أحمر هذه ضاحية بيروت الجنوبية وإيران بدأ تقول هذه ضاحية طهران الشمالية فإذا إذا بيقدر يوصل على ضاحية تل أبيب الجنوبية سي يوصل على ضاحية تل أبيب الجنوبية وإذا بيقدر يستهدف مبنى سكني فيه مسؤول الموساد بنام هناك وشقته هناك بده يستهدف مبنى سكني ويقول ان اتل فيه ثلاثة اربعة اخي ما انتوا قتلتوا ستة سبعة اذا لا بده يضرب منشأة بده يضرب مقر الموساد بده يضرب مقر الشينبيت بده يضرب مقر الشاباك بده يضرب رئاسة الاركان ايران شو بتضرب كذلك الامر لكن الوظيفة الردعية ووظيفة التماثل وبها المعنى اذا فشلت المفاوضات وهذا هو الارجع ستقول قوى المقامة فشلت المفاوضات دون ان نكون نحن سببا ثانيا كي تنجح المفاوضات يجب ان تكون الضرب والرد ليقتنع الاسرائيلي ان الرهان على العربدة لن يفيده وان الرهان على الحماية الامريكية لن تفيده وان امامه كي يتفادى المزيد من الضربات والمزيد من التصعيد ان يذهب الى الاتفاق حول الاسر وبالتالي سيكون الرد اذا ايضا ات وقوي ورادع وفع الان احنا امام يومين حتى نجيلي فيهم الغبرة حول موضوع هذا غبار المعمعة التي اسمها المفاوضات انا شخصيا لا اتردد في القول انني ارجح ان لا جدوى ان هذه الجولة لن تخرج بشيء الرهان كان ان المقاومة بينزل سقفها بسبب تركيبات حماس الداخلية التي احبطها تعيين السنوار بالاجماع يعني باجماع حماس بقرار واعي ومدرك من قيادة حماس وعلى كل حال اللي تفادى الرئاسي الان عمل خير لحاله حتى انه اولا لن يشجل في تاريخه تقديم تنازلات ولن يتهمه احد غدا بخيانة دماء اسمحيل هنية ولن يكون غرضا لضغوط شو الله جابره يعني لو سموه رئيس حماس شو بتفيده الرئاسي الافضل له والاشرف له ان شارك في اختيار السنوار بالاجماع لتدار المعركة براحة انه رئيس حماس اللي بده يعطي القرار بالمفاوضات قاعد بمحل تحت سلطة حماس مش قاعد بمحل الدولة اللي مضيفيته بتقول له المعاش والترويئة والغداء والعشاء والبيت وإلى آخره هولي بتنحنب منهم إذا ما بتمشي بهاي أو ما بتمشي بهاي وهاتي يلاقي من يستقبله إذا لقى من يستقبله رح ينقل له راي على إيران راي على اليمن جاي على لبنان راي على سوريا يعني بالتالي الوضع الأمثل اللي بيغزة وهذا أحبط إمكانية استثمار التفاوض لا للمراوغة والمماطلة ولا لفرض التنازلات وبالتالي هذا في ضفة حماس في ضفة نتنياهو الأمريكي مش بوارد يضغط على نتنياهو أصلا هو عطال الضوء الأخضر ليضرب ودعا للمفاوضات متأملا أن هذه وهذه سيسمحان بالضغط على حماس لانتزاع تنازلات إضافية هلأ نحن قدامها اليومين والنتيجة سوف تظهر وبعدها سوف نكون أمام الرد إذا تم الاتفاق نحن أمام الرد وإذا لم يتم الاتفاق أمام الرد إذا تم الاتفاق الرد سيكون له وظيفة الردع له وظيفة تثبيت معادلات القوة وهذا صراع مفتوح أصلا مع أمريكا وإسرائيل وإلو علاءة بمستقبل قوات الأمريكية في سوريا والعراق وإلو علاءة بمستقبل فلسطين كلها وغزة ما رجعت لحرية الكاملة ولا فلسطين اتحررت والمعركة بعدها مفتوحة ولمن اليد العليا في هذه المنطقة هو معركة أكبر من هتنة غزة فبالتالي إذا تم الاتفاق الردعات لعلاقته بالمعركة الكبرى وإذا لم يتم الاتفاق الردعات كي يأتي الاتفاق ولعلاقته بالمعركة هلأ رح أخذ بعض الأسئلة أو المقاط التي جاءت من الأصدقاء رح أبلش بموضوع المصالحة أو ماذا عن المصالحة السورية التركية في جزء من الحركة الأمريكية بإطلاق يد نتنياهو لاستفزاز إيران وحزب الله لفتح التفاوض الأمريكي حول البقاء في سوريا والعراق إلو علاءة بالحسابات الأمريكية بأن البقاء في سوريا والعراق إذا لم يتم بدون عمليات فهو غير ممكن لأنه إذا استمرت العمليات أمريكا ما فيها تمها وإذا استمرت العمليات فهذه العمليات تقول لتركيا أنها حسنا فعلت وقررت الذهاب إلى المصالحة لأن هذا ما سينتظرها إذا لم تذهب إلى المصالحة أما إذا نجحت أمريكا بالبقاء بسوريا والعراق فهي تراهن أنها ستؤثر على قرار تركيا بالمصالح لأن تركيا مش رايحة بطيبة خاطرة تنسحف ولا رايحة بطيبة خاطرة تسلم هي تفضل أن تبقى في الوسط وأن تبقى رابحا على الميلتين أن تجبر لأن ما في إمكانية للتلاعب كي يكون هناك إمكانية للتلاعب يجب أن تنجح أمريكا في لعبتها وأن تفرض على قوى المقامة وعلى إيران التسليم ببقاء قواتها دون عمليات ولو لفترة زمنية لسنتين ثلاثة لنشوف شو بصير بالمنطقة لذلك تخوض قوى المقامة معركة الاستمرار بالعمليات على القوات الأمريكية لأنها ترسل لتركيا أيضا رسالة بأن القرار بإخراج القوات التي تحتل جزء من الأراضي السورية نهائي الآن هذا من حيث المبدأ أن الأمريكي يجب أن يخسر هذه الجولة حتى تتسرع المعادلة التركية لأن التركي كل مرة بيبين أن الأمريكي قادر على استرداد لعبة القوى في سوريا بيرجع بفرمل اندفاعته نحو التفاهم مع سوريا أو السير بالتفاهمات مع إيران وروسيا هلأ بالمعلومات في لجان مشتركة أمنية تنسق الآن في منطقة شمال غرب سوريا خصوصا على منطقة عين العرب ومنطقة عفرين يعني هذا الجانب الذي يوصل إلى الباب يعني المنطقة التي هي شمال حلب شمال شرق حلب هذه المنطقة يجري العمل على إيجاد لأنها يبدو الأتراك إيدون فيها طايلة أكثر من شمال غرب حلب حيث نصرى وداعش وهذا هون يبدو الجماعات الموالية لتركيا فواضح أن هون في أولا مركز تجمع عمل قوة سوري روسي بعين العرب امتداد نحو عفرين وفي خطة عم يجري بحثها بين الأتراك والسوريين والروس لترتيب وضع هذه المنطقة لتكون منطقة نموذجية للمرحلة القادمة لاسترداد الدولة السورية للسيطرة وهذه المنطقة الممتدة على المنطقة التي فيها الأكراد الحركة التي قام بها الجانب السوري من خلال دعم العشائر العربية في الهجوم على قسد فهمها الأتراك بأنها علامة حسنية وجسر ثقة بأن الدولة السورية لن تتسامح مع بقاء هذا التشكيل الكانتوني التقسيمي المرتبط بالاحتلال الأمريكي وبالتالي في خطوة من هون خطوة من هون خطوة من هون خطوة من هون شمال غرب سوريا واضح أن التفكيك فيه يعني شمال غرب حلب خليني يقول منطقة إدلب تحديدا سيطرة للجماعات الإرهابية في تعاون أمني عسكري تركي روسي سوري على توجيه ضربات محسوبة سواء بالطيران أو بالعمليات الخاصة أو ببعض العمليات الأمنية لتفكيك الحالات الإرهابية في هذه المنطقة لكن الأولوية الآن لمنطقة شمال غرب حلب اثنين الوزير الخارجية التركي ضمن إطار ما اتفق عليه دعا أطراف المعارضة كلها وأبلغ يعني رئيس الاعتلاف وما يسمى برئيس الحكومة المؤقتة أو مدرشون أبلغ أن الملف السياسي للمصالحة السياسية بين الدولة والمعارضة تركيا لم تعد طرفا فيه وأنه أصبح عند روسيا وأن عليهم أن يراجعوا مع روسيا رزنامة المفاوضات والمباحثات والبحث تعديل دستور وسواه وبالتالي هذا ملف إذن هذا يعني أن الأمور تسير بشكل جيد لكن تبقى برأيي أنا واعتقادي أنه كلما كان هناك هامش يتصرف فيه الأمريكي ولم يحسن بعد العقل التركي أن الأمريكي خسر الجولة بده يظل التركي حافظ خط الرجع يعني الخطوة الأخيرة لن يقدم عليها هو كان بده المصالحة وعلى قاعدة أنه موجود في الأراضي السورية وأنه لم يقل بأنه سينسحب يكون كسب إعلاميا وسياسيا خاطب الداخل التركي فيها أخذ من سوريا الورقة الوحيدة التي بيدها وهي الاعتراف بشرعية الاحتلال لأنه عمليا هو من سحب فبين أن تكون يعني هي علامة مصالحة على قاعدة الانسحاب تتحول إلى مصالحة على قاعدة الاحتلال فهو لم يحصل على هذا السوري ربح الجولة بأن الإجراءات أولا ثم المستويات الأمنية والعسكرية ثم المستوى السياسي وآخر شيء القمة والروس والإيرانيون يقفون مع سوريا في هذا أنا رأيي موضوع العلاقة السورية التركية خلينا نكون صريحين يعني مع بعض كما كانت بداية الحرب على سوريا هي في انقلاب تركيا لتكون قاعدة هذه الحرب أنا رأيي انتقال تركيا إلى الموقع المعاكس يعني إلى الخروج كليا من الحرب يعني نهاية الحرب على سوريا لذلك هذا لن يحدث قبل أن يحسم أمر أن الأمريكي لن يبقى في سوريا أنا شخصيا يمكن في ناس يكونوا متفئلين أكثر منهم بس أنا شخصيا أقول أن الأمريكي التركي سوف يبقى عينه على الأمريكي هل الأمريكي حسم الأمر وسينسحب أم أن الأمريكي لا يزال باقيا في سوريا طول ما المؤشرات تقول أن الأمريكي لم يحسم أمر الانسحاب فإن التركي سيقدم خطوات لكنه لن يذهب إلى الخطوات وضع الحكومة العراقية والوضع السياسي في العراق أعتقد معقد الحكومة العراقية طبعا هي في جزء من حركتها كلها مقيدة بالمال الذي تسيطر عليها أمريكا لا يزال الآن عائدات النفط العراقية تحت السيطرة الأمريكية وقيدة في المصارف الأمريكية بموافقات مسبقة يجب أن توافق أمريكا على الإنفاق بعد العراق تحت الفصل السابع وبالتالي الراحة العراقية ما تحققها بقلب البنية العراقية لا يزال القيادة الكردية بصورة أو بأخرى امتداد للنظرة الأمريكية للمقاربة الداخلية في العراق وتمارس ضغطا وتأثيرا فالحكومة حتى لو رئيس الحكومة كان يعني مشاعره أو واطفه طريقة تفتيره أقرب لطوى المقامة أداءه سيبقى مختلا يعني سيبقى أعرجا وبالتالي نحن عندنا صورة عن الوضع العراقي معقدة البيئة الشعبية السياسية حتى الشيعية رغم قوة قوى المقاومة فيها ليست كليا وراء قوى المقاومة وبالتالي في هذا الوضع العراقي يكتر خير المقاومة العراقية اللي عم تقدر تقوم بالعمليات واللي عم تقدر تأخذ هذا القرار المستقل هي استقوت بماذا؟ هي استقوت بأنها أعطت الفرصة وأنه صار فيه إجماع على الانسحاب وأنه الأمريكان قالوا نعم نحن سننسحب ونحن جاهزين للمفاوضات بس خلي المقاومة توقف عمليات إجوا الأكراد وإجا رئيس الحكومة وقالوا للمقاومة علينا وهذا الأمر مهم علينا الانسحاب الأمريكي الأمريكان أعطوا كلمة أنه بثلاث تشهر موصل لاتفاق حول الانسحاب وقفوا لنا العمليات قررت المقامة وقف العمليات بعد ثلاث تشهر طلعنا فيه انسحاب والأمريكان بلغوا أنه ما فيه انسحاب فصارت المقامة حجتها قوية ما حدا أدري إلا اليوم وعف عمليات خاصة الآن في مناخ التصعيد الموجودة على مستوى المنطقة مواجهة أمريكية إيرانية مع عزب الله المعركة حول مستقبل غزة في مشاعر عامة بالمنطقة اللعب على الفتنة السنية الشيعية تراجع كثيرا إذا لم يكن قد أصيب بمقتل لأنه خلينا نحكي بصراحة اليوم القوة السنية الأولى في العالم العربي هي حماس ما حدا يضحك على حدا إذا كانت هي الإخوان المسلمين فرأس الإخوان المسلمين حماس وين فيه قوة نشطة أصلا بجذورها من الإخوان المسلمين غير حماس وين فيه قوة إسلامية سنية الآن موجودة بالميدان وعند حضوره وعند حركة وهي عنوان ملف سياسي ساخن وحاضر وبقوة غير حماس فإذا فيه زعامة سنية في العالم الإسلامي فيه أمره فيه ملوك فيه رؤسة بتركيا بالسعودية بمصر صحيح إذا لكن الزعامة التي تتحدث وتخاطب العواطف والمشاعر عنوانها غزة وغزة عنوانها حماس وحماس في محور المقاومة وحماس السنية مع حزب الله الشيعي كتف إلى كتف ويد بيد وقطر الدم بقطر الدم وقدم بقدم فبالتالي أمام هذا المشهد ما فيه إمكانية للحديث عن فتنة فالبيئة السنية العراقية جوها جيد رموزها قد لا يكونوا جيدين لكن الشارع يتفاعل إيجابا الشارع الشيعي بغض النظر عن حجم الوزن التمثيلي التفصيلي لأطراف المقاومة بألبه يعني يمكن يكونوا نيابيا حجمهن أنه التيار الصدري لحاله يكون أدن المجتمعين بس لما بنحكي عن موضوع فلسطين بصير خيار المقاومة يعني فتوى السيد السستاني من يومين أو من ثلاثة أيام حول موضوع غزة وفلسطين بيعكس وبيعبر مثل يوم داعش التي أفتى السيد السستاني بالتعبئة من أجل مواجهتها فانخرط الجميع يعني جماعة السيد مقتدى الصدر مع جماعة الأطراف المقاومة كلهم صاروا قوة واحدة وصوت واحد وتشكلوا في العشل الشعبي وبالتالي الآن نحن أمام موضوع فلسطين بصير الجو متشابه طالما فلسطين هي العنوان فنحن في وضعية مرتاحة مش بس في العراق يعني طلعوا على مثلا المقاطعة اللي عم بتصير بالسعودية وبمصر هلأ اليوم ستار بوكس عم تحكي بالإغفال بالعالم خفضت أسهمة في البورصة 18% اللي هو رقم غير عادي وهي تسرح جزءا من الموظفين في الإدارة وعندها مشكلة في انخفاض الأرباح فبالتالي الجو العام في العالم الإسلامي يعني ما كنا نقوله أن فلسطين توحدنا وأن المفتاح السحري لوحدة المسلمين هو فلسطين وهو القدس وهو الأقصى ثبت صحته بل أكثر من ذلك يعني ثبت بأنه عندما لا تكون الحرب القائمة عنوانها فلسطين مش الأمة بتروح الأمة الإسلامية عم بحكي ما بتروح الأمة العربية ما بتروح على الرخاء والازدهار والأمن والاستقرار بتروح على حروب الفتن وهياها بعشر سنين شو دافعين نحن بحروب الفتن مليون مليون عربي مسلم قتلوا بسلاح عربي مسلم بأيد عربية مسلمة في سوريا في العراق في اليمن في ليبيا في السودان حرب فلسطين هي التي تعصمنا من هذا صحيح فيها أربعين ألف شهيد بس هؤلاء أربعين ألف شهيد بدل أربع ملايين كي لا ندفع أربع ملايين في حروب الفتن دفعت غزة عنا جميعا أربعين ألف شهيدا بالتالي هاي المعادلة مهمة جدا أن نتمسك فيها وأن نفهم معناها ومغزاها في سؤال طبعا فينا نجاوب عليه معنا بعد أربع دقائق أو خمس دقائق عن الوضع الروسي لأنه اختراق كورسك أمر مهم أن نتوقف أمامه أنا بالنسبة لي يعني كنت أناقش دائما أنه مش مهم نحنا كيف بنقرأ العقل الأمريكي مهم كيف الأمريكي بيقرأ البعض يعتقد مثلا أنه هلأ يا أخي أمريكا فيها عقل فيها عقل وبتقول له لناتنياهو روح أعمال هيك مع إيران ومع حزب الله وهي تعرف أن الرد بيقول لك لا عامل حساب أمريكا شو عامل حساب أمريكا أنه مجيء هذه القوات سيرعب إيران وحزب الله ويخفض مستوى الرد بحيث يستوعب نتنياهو هلأت؟ يا عمي معقول طيب ما هو ما بين رعبوا من أمريكا مين قال لك؟ جاي الأساطيل وجاي البوارج وجاي المدمرات طيب بيجي حدا بيقول لك معقول أمريكا بها الخفة بها البساطة طيب أنا بدي أعطيكم هايك مجموعة أمثلة سريعة أمريكا مخطط تفصيلي دقيق بالخطط التفصيلية لكن بالإجمال ولا أغبة منهم طيب جايك سوليفان مش هو اللي آيل بالمقال اللي نشر بالفرين أفارس بعدد تشرين أول تشرين تاني ألفين وثلاثة وحشرين أنه جمدنا الشرق الأوسط لنتفرغ لروسيا والصين يعني قبل سبعة أيام من الطوفان هو عم بيقول ما في شيء بالشرق الأوسط بعد سبعة أيام بتنقلب الدنيا فوقاني تحتاني طيب أمريكا قدرت تتوقع إسرائيل قدرت تتوقع طوفان إلو سنتين التدريبات على الطوفان ليش ما قدروا يتوقعوا لأنه عقلهم ما بيتخيل يعني يجيهم تقارير بس يكبوها بالزبالة عم بدكت لي حماس باتتجرأ تعمل شيء بغلاف غزة روح يا عم بي نحن هو من هيك وأكبر من هيك هو بدي يطلع منهم هالشغل العقل العنصري المتعجرف المتعالي غرور القوة طيب الأمريكي حرب روسيا كيف بلشت فيه اتفاق اسمه اتفاق مينسك عملوا الروسي مع الأوكراني بشراكة ألمانية فرنسية تعولا نطبق الأوكراني يروح يقصف مناطق شرق أوكرانيا اللي فيها من السكان من أصول روسية يا فرنسا يا ألمانيا يهربوا من التطبيق ليه الأمريكان آيلينوا للأوكراني لا ترد وآيلين للفرنسي والألماني لا تردوا طيب مرة اثنين ثلاثة حتى تمت الحالة المنفجرة دخلت روسيا الحرب الأمريكي بدوا روسيا تدخل الحرب ليه عشوه مستند على الجيش الأوكراني لا الناتو بدوا يدخل لا طيب عشوه مستند على خطة شو خطة محكمة شو هي الخطة المحكمة أنه مجموعة من العقوبات دارسينا كل خبراء المال والنقد والحسابات الاقتصادية أنه هايذا بتعملها حزمة واحدة وقف نفط وغاز كل أوروبا تبطل تشتري من روسيا أقلق على المصارف الروسية اسحب المصارف الروسية كلها من السويفت وقف شراء من الشركات الروسية الشركات الغربية تنسحب من روسيا الذي سيحدث بالإجماع الخبراء أنه خلال 24 ساعة ستنهار العملة إلى واحد من مية من إيمتر واحد من مية وسيصبح الروبل يحمل بالشوالات وستقفل المصارف لأنها عاجزة عن دفع يعني تلبية طلب المودعين وسوف يتوقف التعامل بالروبل وسوف 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 وبوتين يا بحطوه بالحبس يا بيأكلوه الروس طيب حدا سأل ماذا لو لم يتم ذلك أعوذ بالله كيف بده شيء تم محسوب على الكمبيوتر وعلى الزكاء الصناعي وعلى الزكاء البشري مية بالمية هذا سيحدث في أمل واحد بالمليون لا ولا واحد بالمليون يخي حطوا لي واحد بالمليون واللي إذا ما صار أبدا رح يصير طيب آم ما صار واستوعبت روسيا الضربة ووقفت على قدمي طارت الخطة كلها اكتشفت أمريكا بعد ثلاثة شهر أنه هي ما عندها ذخائر مية وخمسة وخمسين لتعطيهم لأوكرانيا وأنه اللي عندها صرفهم زيلانسكي يعني هاي مثل حرب عسورية شو خطة مين بيفكر بخطة مثل إقناع تركيا بالعثمانية الجديدة قداش يشتغلوا عليها الأمريكا مثل إخناع الانجي اوز بالعالم العربي بالربيع العربي ويكونوا الأخوان المسلمين هني طربون الحبأ فيه ليستلموا الحكم بتونس ومصر ويدحرجوها على سوريا حدا فيه يقول خطة هايك بسيطة وسهلة متقنة دقيقة تمت نعم تمت خطة تركية تمت تمت خطة تشغيل الفتاوى للقتال في سوريا واستجلاب 200 و300 ألف من المتطرفين من أنحاء العالم الإرهابيين تمت ولا ما تمت تمت خطة جمع مال عربي بيقول حمد بن جاسم 2 تريليون لإسقاط سوريا تمت ولا ما تمت طيب لكن اللي ما تم أنه مجموعة هذه الخطط ما إدرسات سوريا أولا صمدت سوريا ثانيا استطاعت أن تستنهد حلفائها ليأتيوا ويقاتلوا معها ثالثا بعد ما هي والحلفاء نزلوا على الميدان ألبوا الميزان طيب هذا الخطة ما لاحظته لأنه قالت هول إذا تموا سوا سوريا أمره منتهي طيب يا سيدي أفغانستان العراق قبل أفغانستان هنه من 2005 مش بلشوا يحكوا عن الفشل في العراق بل 2006 مش طلع تقرير بيكر هاملتون لقال فشل كامل وين كان بال2003 قبل الغزو يعني اللي بيقول ب2006 فشل كامل ليش ما توقع الفشل كامل طيب أفغانستان أكلت 20 سنة لطلع يقول فشلنا فبالتالي هذا هو العقل الأمريكي هيك تكتيكيا 100% بيزبطها بالإطار العام حسابات الغرور أنه بتتصبط بالقوة مثل هلا شو عم بيصير بيكورش هني أدموله أسلحة أدموله طائرات أدموله ذخائر أدموله أموال أدموله مرتزقة على أساس أنه يقدر يعمل توازن في جبهة داخل أراضي الروسية وبالتالي أنه هذه الجبهة سوف تعطش صورة بأنه أوكرانيا استردت الزمام المبادرة بيستنهد قواته الأوكرانية الأصلية لتتمكن من الدفاع والمواجهة في المناطق الأوكراني نظرياً هالحكي صحيح عملياً تم الاستيعاب بدأ الهجوم المعاكس هلأ نيران قصف تدمير عم يقتلوهن عم يدمروا الآليات اللي دخلت عم يقتلوا العناصر اللي بفاتت وهو داير يلم بالقوة الشباب الأوكراني ليعبئ عدد كافي لياخدوا على الجبهة طيب بعد جمعتين ثلاثة شو بيكون صار كورش بتكون تضطفت العدد اللي عبقوا منه كافي ليروح يقاتل فيه بصير قدام هجوم معاكس نوسي أشد قوة وشراسة يعني تقدر تعمل إنجاز تكتيكي بس لتعمل إنجاز استراتيجي بدك عناصر استراتيجية شو هي العناصر الاستراتيجية قوة بشرية ما عندك قوة بشرية قوة نارية بدك ذخائر وقذائف ونيران ما عندك قوة نارية الطرف الآخر بد يكون عنده نضوب المورد البشري يا أخي ما عنده نضوب مورد بشري نضوب المورد الناري ما عنده نضوب المورد الناري ميزان القوى مختل بشرياً ونارياً لصالحه وأنت عم تكابر بلك تربح الحرب لا لأنه أنا أمريكا يا حبيبي وإذا كنت أمريكا أمريكا خسرت بأفغانستان وبتخسر بأوكران ولذلك أنا أعتقد بأن الأمور ذاهبة هناك إلى الفشل وإلى الفسر لا أشوف بعد قبل ما نصن نحن خلص الوقت بس يعني لربما أنه أحد الزملاء يكون عنده عدم التبني لا يضعف الشرعية في سؤال أنه عدم تبني إسرائيل يضعف الشرعية التبني أصلاً عندما يتم عادة بيكون مبني على مندرجات في القانون الدولي تبرر التبني لعمل عسكري الاغتيال ما أحد يتبنيه ولا أحد فيه يتبنيه لكن متعارف عالمياً أنه إسرائيل من صنفيته إرهاب وتقول أنها تريد أن تقتله حيث تصل له يدها هذا كلام معلن من نتنياهو أنه كل قادة حماس على جدول القتل ومش بس من نتنياهو من كل أركان الحكومة فما تجرأت أن تنفي يعني هي لم تقل شيئاً فقط مش أنه نفت قالت أنا لا علاقة لي بذلك وأتحدى إخبت صلطي بذلك بل صارت تتبرع بتوزيع سيناريوات العارف يعني أنه هي تعلم كيف قتل وبتنسب بوسائل إعلامة للموساد أنه حط عقوي وأنه شال وطلع ونزل حكومة العراقية حكينا عنها روسيا حكينا عنها لا روسيا مش مشغولة يعني أنه بهمها لكن مش هو الموضوع الكبير اللي بيهس يعني روسيا يعني أيام المشكلة اللي صار عندها في الوضع الداخلي أأسى وأصعب وأشد قسوة طيب أنا بعتقد أنه نحن خلصنا الوقت أولاً وأحمد كمال ما فينا نزعله شو أولاً لا ما فيه إعلان تطوع للعبور في فلسطينيين لبنان اللاجئين من الجليل فقط هؤلاء ضمن إطار التشكيلات الفلسطينية المسلحة عندما تكون عملية العبور قد بدأت سيكون لهم فرصة العودة إلى بلداتهم وخراهم وخاصة أنه مثل ما أنا شرحت في وحدة من الحلقات أنه هاي المنطقة الجليل الغربي والجليل الأعلى هي جزء من الدولة العربية الفلسطينية وفقاً لقرار التقسيم رقم 181 عام 48 47 ويحق للمقاومة الفلسطينية أن تطبق حق العودة للاجئين وهو اللاجئين وأن تطبق قرار إقامة الدولة العربية الفلسطينية على هذه الأراضي وتعلن من عكا حكومة مؤقتة وتفتح على الضفة الغربية لأن الناصرة متصلة للدولة العربية يعني بين الجليل والضفة أما عدد الشباب اللبناني والفلسطيني المهيئ للقتال يطيض عما تتسع الجغرافيا لإحتواله طيب أنا يعني بدي أتشكركم جميعاً أنا بدي أعتذر من جميل سعد الله يسيل لأنه ما رح أدر أرى تامل النص لأن الكاتب نص طويل يعني ينبعد براء وإذا فيما يستحق الجواب أو ما يستدعي أطوال أكيد يستحق إذا فيما يستدعي الجواب فسأجيب عليه في الحلقة الثالثة نقلل عنكم على كل حال سنترك الأمر لحينه لأنه نص طويل ختام هذه الحلقة قد حان أيها الأحبة والأعزاء شكراً لمشاركتكم سلام القدسي لكم وعليكم وإلى اللقاء في الحلقة الثالثة شكراً للمشاهدة